واضح جداً أن المبعوثة الأممية بات عاجزاً عن تقديم أي جديد للوساطة بين الأطراف اليمنية هانس وبعد فترة غياب طويلة ظهر في مقابلة جديدة يحذر من انهيار جهود الوساطة الأممية حال استمرار الحرب في غزة والوضع المتصاعد في البحر الأحمر وأوضح في مقابلته التي أجراها مع تلفزيون الصين المركزي أن هناك خطراً من قيام أطراف النزاع باليمن بتشديد مواقفها نتيجة استمرار الأزمة في الشرق الأوسط التي تسببت بطباطئ مسار المفاوضات وربط جروندبرغ التقدم في خارطة الطريق وتنفيذها بعودة الاستقرار للمنطقة داعياً المجتمع الدولي إلى التركيز على التسوية الطويلة الأمد وإبقاء قنوات الاتصال مفتوحة على نطاق واسع في المقابل تستمر المواجهات المحدودة بين الحوثيين والبحريتين الأمريكية والبريطانية حيث أعلنت القيادة المركزية الأمريكية تدمير أحدى عشرة طائرة مسيرة تابعة للحوثيين بعد ساعات على إعلانهم استهداف أربع سفن في خليج عدن وذكرت القيادة المركزية أنها نجحت في تدمير ثمان طائرات من دون طيار في مناطق يسيطر عليها الحوثيون في اليمن فيما دمرت ثلاثة مسيرات أخرى اثنان منها فوق خليج عدن والثالثة فوق البحر الأحمر وبينت أنه لم يتم الإبلاغ عن وقوع إصابات أو أضرار مؤكدة أن المسيرات الحوثية كانت تمثل تهديدا وشيكا للولايات المتحدة والتحالف وسفن التجارية في المنطقة من الواضح أن هذه العمليات التي تدور في البحر الأحمر باتت حدثا روتينيا وأن تداعياتها تتجه لأن تصبح محصورة ومسيطرا عليها